أهلا بكم أجرى قداسة البابا فرانسيس مقابلته العامة مع المؤمنين واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول إن الكنيستة هي مدرسة صلاة عظيمة لقد تعلم الكثير منا تهجئة الصلوات الأولى في أحضان أبائنا وأجدادنا وربما لا نزال نحتفظ بذكرى الأم والأبي الذين علمانا أن نتلو الصلوات قبل النوم غالبا ما تكون لحظات الصلاة هذه تلك التي يسمع فيها الأباء وبعض الأشياء الحميمة من الأبناء ويمكنهم أن يقدم لهم نصائحهم المستوحات من الإنجيل وأضاف أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفهم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون لإقصالاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتألمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس تأمل قداست البابا اليوم في موضوع الكنيسة معلمة للصلاة قال قداسته الكنيسة هي مدرسة صلاة كبيرة لقد تعلم الكثير منا تهجئة الصلوات الأولى أثناء الوقوف في حضن آبائنا أو أجدادنا ربما ما زلنا نتذكر والدين الذين علمون أن نصلي قبل النوم ومسيرة الصلاة هذه تستمر وتنمو في حياة الرعية وبين الجماعة المسيحية من خلال أوقات الصلوات التي عشناها منذ طفولتنا إذ كانت لنا تراثا كبيرا وغنيا وأضاف قداسته إن نفس الإيمان هو الصلاة إذ أننا ننمو في الإيمان بقدر ما نتعلم الصلاة لهذا السبب أيضا تزدهر في الكنيسة الجماعات والمجموعات المكرسة للصلاة باستمرار حتى أن بعض المسيحيين يشعرون بالدعوة إلى جعل الصلاة هي العمل الرئيسي في أيامهم وتوجد في الكنيسة كذلك أديرة ومناسك حيث يعيش الأشخاص المكرسون لله والتي غالبا ما تصبح مراكز للإشعاع الروحي إنها واحات صغيرة حيث يتم مشاركة الصلاة العميقة وتبنى الشركة الأخوية يوما بعد يوم إنها خلايا حيوية ليس فقط للنسيج الكنسي بل للمجتمع نفسه كل شيء في الكنيسة يولد في الصلاة وكل شيء ينمو بفضل الصلاة إن مهمة الكنيسة الأساسية هي الصلاة والتربية على الصلاة ونقل مصباح الإيمان من جيل إلى جيل مع زيت الصلاة ترجمة نانسي قنقر